من القاهرة ينضم الإنهاء عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق التأكيد المستمر من قبل تيدي كروز حول اعتماد مشروع يجرم أو يجعل من منظمة إرهابية هذا الحرص وهذا التكرار في المشروع على ماذا نفهم؟ هل الولايات المتحدة لها أدلة دامغة الآن؟ ولديها ما يثبت بأن هذه الجماعة إرهابية أم هناك أسباب أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك والأستاذ المشاهدين تيت كروز وعدد بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب هذا الطلب قدموه أكثر من مرة منذ مجيء دونالد ترامب تحديدا لكن لأسباب كثيرة لم يتم إقرار هذا المشروع واليوم سمعنا أيضا عن أنه قدم المشروع مرة أخرى وبطبيعة الحال هناك تقديرات أن إدارة ترامب تحاول قدر الإمكان أن تمرر هذا المشروع باعتبار أنه يمثل اقتناعا من قبل هذه الإدارة بأن جماعة الإخوان تستحق أن تصنف كجماعة إرهابية لكن السؤال الجوهاري ليس فقط عن مدى حرص تيت كروز ومن معه على تقديم هذا الطلب أو المشروع لكن ما هي الإمكانية لموافقة أن يحصل هذا المشروع على غالبية داخل مجلسي الشيوخ والنواب هذا الموضوع جدلي بعض التقديرات تقول يمكن بمزيد من الضغط من الإدارة الأمريكية على النواب واستمالة مجموعة من العضاء الديمقراطين في مجلس النواب لكن هناك تقدير آخر يقول أن الأمر صعب وأنه إذا كان ترامب لم يستطع أن يمرر هذا المشروع وهو في الحكم قبل هزيمته انتخابيا فأنه قد يصبح من الصعب تمرير هذا المشروع بالنظر إلى أن إدارة بايدن قد لا تكون على نفس الخط مع إدارة ترامب فيما تعلق بهذه النقطة تحديد ما الذي يجعل الأمر صعبا؟ لطالما أن هذه الجماعة مثبوت عليها بأنها تتزعم الفوضى وتنشرها في الشرق الأوسط ما الذي تحتاجه الولايات المتحدة أكثر من هذا الإثبات حتى تحضر هذه الجماعة؟ نعم سؤالك منطقي تماما ووفقك الرأي فيه والمنطقي أن الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية كانت طالما أنها ترفع لواء محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والفهم الخاطئ للإسلام ومحاولة تحريف الإسلام فكان من المنطقي أنها تكون حسمت هذا الأمر بسرعة لكن هناك الأسف الشديد في الولايات المتحدة وبعض الملدان الغربية حسابات أخرى معقدة بعضها ينظر إلى هذه الجماعة باحتبارها ليست رهابية لكن ظني الشخصي أن عدد كبير من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة أو بعض التنظيمات أو بعض الإدارات الفاعلة في هذه الدول تميل إلى استخدام هذه الجماعة كورقة سياسية لتحقيق أهداف معينة وقد رأينا ذلك موضوح في السنوات الماضية كانت الولايات المتحدة تتحدث عن محاربة التطرف وشكلت تحالفا دوليا في المنطقة لمحاربة التطرف ورغم ذلك نراها أحيانا تغض التطرفية ودول أخرى عن محاربة هذه التنظيمات كما حدث في الحالة السورية على سبيل المثال لا أحد يجادل أن تنظيم القاعدة إرهابي ورغم ذلك نرى تعاونا بطريقة أو بأخرى حتى لو بطريقة غير مباشرة بين الملات المتحدة وتنظيم القاعدة فيما تعلق بسوريا في بعض المناطق الأخرى وبالتالي بنفس المقياس يمكن فهم لماذا تحاول أن الولايات المتحدة أتحدث عن الكوندرس بأغلبياته أو الإدارة الأمريكية عدم تصنيف الدماء أو عدم الضغط في حسم هذا الملات سيد عماد الدين دعنا نسهم في توقعاتنا وخيالاتنا إلى الأمام ونقول ونفترض بأن مجلس الشيوخ قرى هذا القانون بجعل جماعة الإخوان منظمة إرهابية كيف سيؤثر هذا القرار على هذه الجماعة؟ لو أن هذا التصنيف تم أنا أظن سيكون ضربة قضية لجماعة الإخوان أو ضربة شديدة جدا لأن الجماعة تحاول برانا وتكرارا استمالة الإدارة الأمريكية نتذكر أن عديد من كوادر الجماعة ومناصريها زاروا الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بل بعضهم كان يتباهى أنه قام بأضاء الصلاة في مقارات الكونجرس وفي مقارات الإدارة الأمريكية وترددوا كثيرا على المقارات المراكز المحسية المهمة في الولايات المتحدة حينما جاء ترامب توقفت هذه العلاقات وتجمدت تماما ورأينا دعما كبيرا من الرئيس الأمريكي لكل ما يواجه ويكافح هذه الجماعة والتنظيمات الإسلامية أو الجماعة التي تتاجر بالإسلام بعبارة أداء لو أن ذلك حدث أنا أظن أنه هيكون تأثيره شديد جدا هيوجه ضربة في مقتل لنشاط الجماعة في الغرب لأنه هناك تقديرات كثيرة أنها تنشط في الولايات المتحدة بأسليم كثيرة وعبر منظمات كثيرة وتقوم بتجنيد العديد من المواطنين المسلمين العاديين وبالتالي إذا حدث هذا التصليف فأن كل ذلك سوف يتوقف مما يضيق عليه خصوصا بعد أن ضاق عليه الخناق في غلبية البلدان العربية المهمة والمؤثرة لأنه كما نعلم هي مجرمة إرهابيا أو مصنفة إرهابيا في مصر في الإمارات في السعودية شكرا جزيلا لك يا سيد عماد الدين حسين رئيس تحريج جريدة السلوخ كنت معنا من القاهرة اشتركوا في القناة